السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله سوف نرى الضمائر الشخصية باللغة الفرنسية Les pronoms personnels Pronoms تعني ضمائر personnels شخصية Les قلنا هي L الضمائر الشخصية الضمائر الشخصية ما هي الضمائر الشخصية هي أنا أنت أنت هو هي إلى آخر هذه الضمائر الشخصية المؤمن سنبدأ Je Je تعني أنا أنا Je Tu تعني أنت أو أنت حسب السياق Il حينما أقول حسب السياق يعني ستفهم هل الشخص يقول أنت أو أنت من خلال سياقه سياق الجملة حينما تقول tu es beau أنت جام أنت وسيم يعني أنه يخاطب رجل وحينما يقول أنت جميلة أو أنت جميلة بين قوسي لأنها تخاطب لأنت والذكر tu es belle ستعني أنه يقول أنت جميلة يعني يخاطب جميلة فهي للمؤنت يعني يخاطب امرأة من خلال السياق نفهم المهم المهم هو il هي هناك اختلاف في النطق هذين الضميرين وكثير من الناس يخلطون بينهم في النطق الأول الأول نقول i للأسفل il il الثاني نقول al il إلى الأعلى il al il al on on تعني نحن on nous nous تعني نحن nous vous تعني أنتم أو أنت أو أنت حضرتك أو حضرتك وسوف أعود لهذه الضميرين وسوف نفهم نفهم جيدا المهم il هم مجموعة من الظكور أو ذكر ومجموعة من الإناج il هنا مجموعة من الإناج فقط المهم لأن هنا لماذا قلت ذكر ومجموعة من الإناج لأن أقل شيء لكي نستعمل هذا الضمير إما أن يكونوا كلهم ذكر أو مجموعة من الإناج ومعهم ذكر واحد الذكر يغلب على الإناج لذلك نعتبرهم كأنهم كلهم ذكر ونخاطبهم بصفة هذا موجود حتى في اللغة العربية مجموعة من الإناج معهم ذكر لن أخاطبهم بصفتهم إناتي لا أدري لماذا ولكن لأن الرجل أظن أنه كيف نقولها باللغة العربية يعني تأثر تأثر هيبته وقيمته إذا نعتنا أبي الأنت أو خاطبنا كأنه أنت أظن لهذا هذا شيء موجود في كل اللغات العقلية الذكورية هذه العقلية الذكورية يعني موجودة في جميع الثقافات لذلك حتى في اللغة الفرنسية وحتى في اللغة الإسبانية يوجد نفس شيء هم وهنا بالنسبة سوف تسألوني هناك شيء سوف تسألوني لماذا تعني أنتم وأنت وأنت حضرتكم وهنا أن تعني نحن وهنا تعني نحن ما الفرق بين هذين الشيئين فبالنسبة لهذه نحن سوف أكتب غير رسمية تستعمل في الكلام الغير رسمي يعني مع العائلة مع الأصدقاء وهنا رسمي رسمية هنا تستعمل في الكتابات في الشعر في الأشياء الرسمية كتير في الأخبار ولكن مع مرور الوقت أصبحت وأون هي الأكتر استعمالا يعني تستعمل أكتر لأن تستعمل في الكلام غير رسمي لأن الكلام غير رسمي هو الأكتر استعمالا حتى نحن لغتنا العربية الفصحة لغة العربية الفصحة لا نستعملها كمغاربة نحن نتكلم بلغة غير رسمية كذلك في مصر كذلك في السعودية كذلك في جميع الدول العربية لا نستعمل اللغة العربية الفصحة في حياتنا اليومية ولكن في الأخبار في الكتب نستعمل اللغة العربية الفصحة كذلك في اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية هناك نوعين من اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية الدارجة وهي الأكثر استعمالا هي التي نسميها بالغياء الرسمية وهناك اللغة الرسمية اللغة الرسمية وهي التي تستعمل في الأخبار في الكتب في الجرائد وإلى آخر يعني تستعمل نو كثيراً ومع مر الوقت أصبحت on تستعمل أيضاً في الكلام الرسمي لأنها طغت على اللغة الرسمية كذلك المهم يمكنكم استعمال نو ولكن إذا استعملتم نو كثيراً سوف يحس الشخص المستمع لك سوف يحس أنك تبالغ كأنك كيف نقولها باللغة العربية بالذلك تتظاهر بأنك تجيد اللغة الفرنسية وأنك راقي وأنك تتكلم باللغة الفرنسية الراقية وقد تكلمت لكم في الفيديو الأول في التقديمي على طريقة كيف أتعلم اللغات قلت لكم أن الفرنسية لديهم هذه العقدة إذا تحدثت بلغة رسمية وراقية يعتبر أنك راقي وأنك برجوازي وأنك متقف وأنك متقف إلى آخر لذلك إذا قمت باستعمال نو مع الأشخاص مع عائلتك ومع أشخاص عادين أصدقائك فرنسيين سوف يقولون لكم لماذا تتحدث هكذا؟ نحن فقط في الشارع أو في المقهى أو في الماذا تحاول أن تعياق تحاول أن تتباهى علينا وأنك تتصور علينا كما نقول في اللغة التالج المغربية المهم بنسبة لي هذا مشكل في اللغة الفرنسية أنا بالنسبة لي هو مشكل مشكل طبقي الطبقية يعني إذا كنت تتحدث إلى شخص أكبر منك مرتبة يعني صاحب العمل تشتغل وهناك صاحب العمل الباص كما نقول بالإنجليزية لا أعرف كيف نقولها باللغة العربية يعني سيدك في الشغل سوف نقوله هكذا سيدك في الشغل يجب أن تخاطبه يجب أن تقول له يعني لأنه هي صيغة احترام تحترم بها الناس الذين لا تعرفهم الناس الأكبر منك سنان وكذلك الناس الأكبر منك درجة في الشغل يعني في الشغل أو في الشركة أو في لا أدري المهم المهم يعني إذا استعملت تو سوف يعتبرونها كأنه احتقار منك لهم يعني هذه هي فرنسا وهذه هي التقاف الفرنسية يجب أن تستعمل فو وكذلك في اللغة الإسبانية نفس الشي فو هي أكثر رسمية وأكثر احتراما وسوف تشاهدون في البرامج التلفزيونية حينما يكون أشخاص يتكلمون بينهم سوف يستعملون فو كثيرا أنت أنت حضرتك أنت حضرتك لن أنت حضرتك لن يستعملوا تو تو فقط تستعمل وتو تستعملها أيضا مع العائلة والأصدقاء لأنها تعطي طابع حميمي وطابع بأنك قريب من الشخص لديك قرب وأنك تحبه وأنك قريب لك لذلك تستعمل مع العائلة والأصدقاء لا يكون هناك فارق بينك وبينها لذلك بعض الأناس رغم أنك في الشغل يمكن أن صاحب العمل مثلا سيدك في الشغل يمكن أن يقول لك لا تستعمل معي فو واستعمل معي تو وسوف نرى كيف نقول فعل الفعل فعل حينما تقول فو هناك فعل نقول تا 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 لكي تفهم أنك سوف أقول فو فوية فوعيا وهو فعل حينما تقول فو وتت Blessed هو فعل حينما تقول فو يعني يقول لك لا تفهم Tablacic وغطي توا ييني أنا رجعتها ارجعتها بلغة العربية لكي تفهموا لأننا لم نرى بعض الأفعال وسوف نرى إن شاء الله في الفيديوهات القادمة وسوف نأخذ أمثلة وسوف تفهمون جيدا المهم يمكن أن تأخذوا هذا الكلمة وتتوائم وهو اسم يعني هذه العملية عملية قول حينما تقول فهذا نسمي لتعني أمام الأسماء المذكرة هذين الاسمين هما اسمين مذكرين المهم وهي عملية حينما تقول فهو والتتوامن هي العملية حينما تقول فهو المهم أظن هذا كله ما تحتاجون معرفته في هذا المقطع سوف نتوقف هنا بالنسبة اذا احببتم الفيديو واستفدتم لا تنسوا اللايك والتعليقات اتركوا تعليقكم اما سؤال او شكر او مهم علقوا لان هذا يساعد التفاعل يساعد في انتشار الفيديوهات وهذا يساعد القناة في ان شاء الله في الازدهار وان تكبر القناة بالنسبة للناس الذين يرون يشاهدون هذا الفيديو لأول مرة لا تنسوا اذا احببتم هذا الفيديو واستفدتم اشتركوا اضعوا ايضا البوس بلو كما نقول بالفرنسية اه زر زر اعجاب واتركوا تعليق وزر الجرس لا تنسوا فعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد لان ستكون سلسلة ان شاء الله من السفر حتى الاحتراف خطوة بخطوة لذلك يجب ان تشاهدوا الفيديوهات بالتتالي لذلك فعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وشكرا والسلام عليكم الى الحلقة القادمة